ونسمع أول سؤال من السيدة المسلمة من إسماعيلية أستاذة مسلمة السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي إفنة أولا أنا بس أعزة أقول حياتك أستوان طيب نزلت العيد ونزلت رمضان وجزاك الله كل خير وأشكرا حياتك بصراحة على لحقت مبارح بالزياد فلس الأدل يعني فاقت مع الراحة جامد جدا ربنا يجزيك كل خير بالجزاك يا مولانا وكلام حياتك النهالدة بصراحة جميل جدا وبشجع الواحد أنه هو فعني بطل أفكار السلبية دي بقى أنه هو يركز في المشاكل المكروض للدنيا فيها مشاكل وكل حيات الناس فيها مشاكل يعني حياتك ويعني رب جزاك الله كل خير يا رب أنا بقى كنت عايز أسأل حياتك عن الزكام دلوقتي مولانا أنا زكاة الفطر طلعتها أول يوم رمضان طيب وبعدين أنا كل الناس بتلومني عن موضوع ده بتقولي زكاة الفطر المفروض تطلع آخر يوم رمضان وإن أنا عملته دوت مكروه عند الله يعني ومش حرام بس مكروه طيب أنا أفهم حضرتك الإسسة كلها عشان بس إيه إحنا عندنا كمان سنة وسوسة عشان نقفل باب الوسوسة ده خالص زي مش صحي كده ياريت آه نقفل باب الوسوسة بص يا ستي إحنا عندنا دلوقتي هو إمتى سأل العلماء هو إمتى إذا جاب تجب على الإنسان بأول العمل ولا بنهاية العمل يعني بأول رمضان ولا بنهاية رمضان إحنا دلوقتي بقينا من أهل رمضان فإذا أنا جاء رمضان ودخل علي رمضان أصبحت من أهل الزكاة خلاص أنا من أهل الزكاة ديت إمتى واجبت علي لما دخل أو آخر آخر مغرب آخر يوم في رمضان خلاص بقت واجب علي أن أنا أخرج الزكاة لكن أنا لا عجلت الزكاة الزكاة كلها كافة أشكالها يجوز إن الإنسان يعجلها لأن أصل في الزكاة إنها فيها مصلحة للفقير فأنا إذا عجلت الزكاة وأنا من أهل رمضان وأخرجت الزكاة فأنا أخرجتها في وقتها صحيح إن الأوقت الأفضل هو بعد غروب آخر شمس آخر يوم من رمضان ده الأفضل وممكن نعجلها قبلها بيومين لكن ممكن أن نعجلها قبل كده بمجرد دخول شعر رمضان وتقبل إن شاء الله ودوة هيبقى الزكاة حققت مرادها وإن شاء الله كانت إن شاء الله أنت قديت الزكاة وما تسمعيش من كلام الناس عشان هيفضلوا يا سوسوكي وأنا قلت لحضرتك إن الزكاة إن شاء الله مقبولة وحصل لأن أنت أخرجتها لما دخل رمضان